وهنا كما تشاهدون هذا الموقع يقدم لك على كل مشاهدة لصورة تقوم بتحميلها 0.9 دولار 0.9 سنت إخواني يعني شيء جيد أيضا إذا قمت بتحميل 10 صور وقمت بحصول على مشاهدة لكل صورة ستحصل على 9 دولار بطريقة بسيطة تابعنا في هذا الشرح الحص مرحبا لمتابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الأنترنات درس اليوم مخصص للأشخاص الذين يستعملون الهواتف النقال إخواني سأقدم لكم طريقة رائعة لكي لا تضيعوا وقت الفراغ إخواني في الفيسبوك فقط منشورات سخيفة لا فائدة منها ستحول هذا الوقت إن شاء الله إلى فوائد وأرباح لا بأس بها من موقع أجنبي ذات مصداقية كبيرة وأيضا حقق رواجا في هذه الآونات الأخيرة شرحته في فيديوهات سابقة لماذا إخواني أقول أنني شرحتها لأن القناة الخاصة به تقريبا 817 فيديو يعني تحدثت على كل طرق للربح من الأنترنات فقط يكفيك العودة إلى الفيديوهات ستشاهد آلاف الاستراتيجيات للربح من الأنترنات هناك من شاهدت هوا قد غافلت عنها قد تربح منها إذا قمت باستغلالها بطريقة جيدة نبدأ الشرح مباشرة والموقع الذي سنعمل عليه إخواني وهو موقع خاص بمشاركة الصور والحصول على أرباح من الصور الخاصة بك هذه الصور كما تشاهدون هنا هذا الشخص لديه 140 مشاهدات وهنا هذا الشخص أيضا 75 مشاهدات 2 مشاهدات هنا 11 مشاهدات 5 مشاهدات سأقدم لك استراتيجية كيف تحقق أرباح من هذا الموقع شرحته من قبل كيفية تجيل الآن أصبح سهل في طريق تجيل يكفيك فقط تجيل فقط من حساب تواصل تويتر أو فيسبوك أو إيميل خاص بك وستبدأ في تحقيق الأرباح من الصور التي تقوم بوضعها لكي تتشجل إخواني ستقوم بالدخول إلى مثلا هذا الموقع هكذا كوبي سأريك طريقة تجيل سواء بالهاتف أو بالحاسوب فهذا هي الطريقة تستطيع العمل بها في الهاتف فقط تضغط على سين أب وهنا تستطيع الضغط على يوزر نايم تجيل بالإيميل سواء يوزر نايم باسورد وأيضا تضغط على هذا الزر أو مباشرة بتويتر أو الفيسبوك جيد بعد تجيل ستجد الحساب خاص بك هكذا هنا قبل التوجه إلى التجيل هنا شاهد إخواني يعني أدنى حد للسحاب 15 دولار كل صورة تتحصل على مشاهدة 7.9 سنة حسب فهو يضع إعلانات إخواني وأيضا توجد إشاركات في الموقع لمن يريد الحصول على موقع خفيف وكل شيء هنا ببساطة يقول لك upload your photo يعني حمل الصور الخاص بك user view your photo فستحقق الأرباح get paid يعني تتحصل على الأرباح عندما تصل إلى 15 دولار أيضا هنا ستشاهد أن الموقع ذا مستقية كبيرة يعني يتحصل على زيارات تصل إلى تقريبا مليون وتسعمائة يعني تقريبا إثنين مليون زيارة إخواني وهنا كل زيارات من دول أجنبية يعني معدل سي بي آم يكون قوي جدا هذا بالنسبة لطريقة العمل بعدها إخواني بعد فتح الحزاب ستضغط على upload your photo وتبدأ في تحميل الصور الخاص بك هنا كما تشاهدون تستطيع تحميل في 20 صورة على ما أعتقد أو هنا قم بتحميل صورة صورة متبقية اليوم 20 صورة في اليوم إخواني تستطيع تحميلها مع الـ description خاطبية والتاكس والكاتيجوري وكل شيء وأيضا الـ names من أين ستأتي الصور نحن سنشتغل مجانا أنا أنصحك بهذا الموقع والثاني موقع وثالث موقع واربع موقع وخامس موقع وسادس موقع وكل هذه المواقع تستطيع أخذ صور مجانا من هذا الموقع أو هذا الموقع إخواني مثلا ونفرض أنني اخترت هذه الصورة ستجد أنها free to use إخواني إذا ضغطت الـ information ستستطيع استخدامها مجانا وبدون أي مشاكل liber utilization يعني حرف استعمالها وتضغط على تحميل هنا تنتظر يتم تحميلها مباشرة إخواني جيد تعود إلى موقع الذي ستقوم بتحميل الصورة فيه ننتظر فقط قليلا أضغط على actualize فأنا استخدم النسخة المجانية ستجدها ثقيلة نوعا ما أضغط على upload your photo أضغط هنا فقط جيد ثم أضغط على browser بعدها أتوجه إلى الصورة أين قمت بتحميلها وأضغط على open جيد هنا سأغير الاسم الخاص بالصورة هنا كما تشاهدون هنا مثلا كؤوس القهوة تقليدية أستطيع ترجمتها في google هنا قمت بترجمتها فنأجي قهوة تقليدية أقوم بنسخها وأقوم بوضعها كعنوان للصورة هكذا هنا في description مثلا أستخدم شات جي بي تي أو أي موقع إخواني أضغط على new shop new shot وهنا أنتظر أضغط على هذا الخيار هنا اختار description هنا في موقع شات جي بي تي استطيع استخدام هذه الإضافة meta title description أقوم بنسخ العنوان وأضغط على أوكي سيقدم لي بعض المعلومات ك description إخواني شاهد إخواني هنا العنوان أستطيع نسخ هذا العنوان copy والmeta description أستطيع وضعها هنا أقوم بوضع العنوان هنا والdescription أستطيع نسخ هذا description كما تشاهدون copy أعود إلى موقع وأقوم بوضع description هنا بعدها إخواني التاكس أستطيع نسخ هذه فقط كما هي copy وأقوم بوضع past كتاكس هنا فقط سأقوم بوضع على فاصلة منقوطة أو مقلوبة هكذا جيد بعدها الكاتيجوري سأختار مثلا arts وهنا ألبوم إذا قمت بإنشاء ألبوم تستطيع وضعها في الألبوم بعدها أضغط على upload وهنا مباشرة سيتم تحميل الصورة الخاصة بي ننتظر فقط وكما تشاهدون إخواني تم وضع أول صورة في الحساب الخاص بي أستطيع الضغط على edit profile وأعدله كما أريد وهنا الألبوم إذا أنشأت أستطيع الضغط على مثلا create album سأقوم بكتاب مثلا rt هنا وأضغط على update لدي الألبوم كما تشاهدون أيضا هنا ال profile الخاص بي كما تشاهدون الفوتو التي حملتها أستطيع على مشاركتها بالضغط على add to album وأضغط على confirm أيضا أستطيع أخذ هكذا الصورة والضغط على share من هنا بعدها أستطيع أخذ الرابط كما تشاهدون سواء أن أشرها في الفيسبوك أستطيع مشاركتها في الفيسبوك لحصول على مشاهدات وكل مشاهدة بـ 0.9 كما تشاهدون هنا سأضغط على هذا الخيال اللي أضيفها في ستوري الخاص بي أيضا مثلا في تويتر أستطيع مشاركتها في تويتر في البنترس لحصول على مشاركات شاهد مباشرة يتم مشاركة الصورة في التويتر كما تشاهدون ومقبول في موقع صادق مليون بالمئة أيضا في البنترس أستطيع مشاركتها في البنترس الخاص بي بالضغط على هذا الخيال مباشرة سيتم تحويلها شاهد الصورة كيف ستظهر عندما يضغط شخص سيتحول مباشرة إلى الصورة هنا رابط الصورة كما تشاهدون أو بروفايل والزيارات كلما أكثرت في وضع الصور كلما أكثرت في وضع الصور ستحصل على مشاهدات أيضا في البنترس قم بمشاركتها مثلا في قسم مثلا تستطيع إنشاء كليك أو artist هكذا photo وأضغط على create مباشرة سيتم نشرها في قسم جديد خاص بي جيد هنا يوجد شيء مهم وهو أن تقوم بالضغط على هذا الخيال إخواني خيال explore وهنا قم بمتابعة الأشخاص مثلا هنا هذا الشخص قم بضغط على follow لماذا لأنه إخواني عندما تقوم بمتابعته سيظهر له وسيتابعك هو أيضا عندما تنشئ صورة سيشاهدها أيضا هنا تابعته أيضا نفس الشخص متابع هنا مثلا هذا الشخص هكذا متابعه وأيضا مثلا هذا الشخص أضغط على follow like هنا أتفاعل معه أيضا مثلا هذا الشخص full wing وهنا هذا الشخص full wing تابعته شاهد أشخاص كثر يقومون بوضع الصور أيضا like للصورة خاصة به وهكذا إخواني هنا في الحساب الخاص بك تستطيع تعديل profile الخاص بك تضيف مثلا صورة احترافية هنا وأيضا هنا user name خاص بك والنفض أنني سأقوم باسمية john piece هكذا وهنا display نام مثلا john piece أنت ضع أي اسم وضغط على هنا تحقق جيد وهنا upload your image تستطيع تحميل أي صورة من هنا من الموقع أي موقع والنفض أنني سأحمل من هذا الموقع أنا سأختار هذه الصورة كمثال أو هذه الصورة أعتقد أنها صورة جيدة free download واختر الدقة التي أريد مثلا download بدقة HD IM وضغط على download سيتم تحميلها أقوم بوضعها في البروفايل الخاص بي هنا هنا تستطيع بعد وضع الصور التي تريد هنا صور البروفايل الخلفية هنا مثلا الموقع الخاص بك قم بوضع الموقع لكي تقوم بكسب الbacklink اخواني والاشخاص الذين يعرفون السيو يعلمون ما هي هذه الbacklink اضغط على update هنا سيتم تعديل مباشرة البروفايل الخاص بي شاهد اخواني تم تغيير البروفايل واصبعها احترافي تستطيع نسخ نشر البروفايل الخاص بك اذا قمت بوضع صور كثيرة هنا اخواني كما تشاهدون قمت بمفتح متصفح اخر هذا هو المتصفح كما تشاهدون عندما تقوم بنشر الرابط الخاص بك ويكون فيه صور كثيرة سيكون احترافي اخواني وسيجذب المشاهدات وسيتحصل على الاربع خاصة بك وتقوم بسحبها اوتوماتيكيا الى البيبار الخاص بك وتستطيع بيعها سأشرحها في فيديو لوحده ايضا هنا البلوغ تستطيع انشاء بلوغ ايكون سيتينك تقوم بوضع ايميل بايبال لتتلقى الاربع وهنا مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بك تيك توك بنترس تستطيع نشر اوتوماتيكيا وهنا كما تشاهدون ان الموقع يخبرك انك تحصل على الاربع لكل مشاهدة للصورة ليس لتحميل صورة يكفي فقط مشاهدة الصورة وستكسب انت الارباح اخواني جيد هذا هو درسنا لليوم اعتقد انني قدمت كل ما هو جيد في هذا الشرح اذا اشتري اي سعب اضع في التعليق وفي الاخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته